انغلاق سياسي دام لعام كامل جاء اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء في جلسة واحدة ورغم أن الرئيس تم تمريره بتصويت أعضاء المجلس وليس بتوافق كردي فإن انتخابه حضي بترحيب الحزبين الكرديين الرئيسيين هناك اختلافات في وجهة النظر إن كانت بالنسبة للجمهورية وإن كانت بقية المشاكل وتم وضع آليات حللين الحمد لله وشكر ولا تؤثر باعتبار حتى أن كانت هذه فوز الدكتور عبداللطيف على العلاقات الموجودة باعتبار المصير مشترك مصالح مشتركة إدارة مشتركة في قلم كردستان المكلف برئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني والذي واجه ترشيحه للمنصب اعتراض تيارات سياسية وشعبية سارع بعد تكليفه بتشكيل الحكومة إلى طمأنة الشارع واعدا العراقيين بإيجاد الحلول لأزمات العراق الرئيسية وأبرزها الفساد وتجاوز هيبة الدولة وسيادتها والخروج عليها من قبل الأطراف المسلحة متعهدا بالحوار وعدم إقصاء أي مكون أو طرف أعتقد أن الأمور بمرور الأيام سوف يكون هناك حوار جدي وحقيقي وهذا ما يتبناه السيد السوداني بعد تكليفه وأعلن أنه سوف يبدأ بحوار ولا للتهميش ولا للإقصاء وبالتالي الجميع يجب أن يكون بمستوى المسئولية وأن يفضل المصلحة الوطنية على أي مصلحة حزبية أو طائفية أو قومية أو ما شابه ذلك وفي حين أعلن بعض قادة الإطار التنسيقي بعد تكليف السوداني أن جلسة الخميس حضيت بموافقة التيار الصدري نفى مقربون من التيار ذلك مؤكدين أن موقف التيار الصدري لم يزل قائما برفض أي حوار مع الإطار التنسيقي ما لم يكن علنيا هذا السكوت لسيد مقتدى الصدر سكوت بغيظ باعتبار سبقه أكثر من أربعين شهيدا والسلاح الشيعي ضرب الدم الشيعي وهذا السكوت سيلحقه ظهور مفاجئ إذا كانت الحكومة عكسه ما يريد فالظهور المفاجئ هذه المرة سيكون فعلا التغيير الحقيقي والجذري للعملية السياسية في العراق ولملمت جميع الملفات القانونية والدستورية على الفاسدين والميليشيات المسلحة وغير ذلك ستذهب باتجاه حكومة قوية لتحاسب من تحاسبه وتبرئ من هو البريء بترحيب جهات واحتجاج جهات أخرى بدأ السوداني مشواره في تشكيل الحكومة المقبلة خلال ثلاثين يوما وإعداد بردمجه الحكومي قبل عرضهما على مجلس النواب العراقي لنيل الثقة ليصبح بعدها رئيسا لمجلس الوزراء بصلاحيات كاملة يوسف الحرة بغداد